ايضا من flow controllers اللي موجود في لغات في معظم اللغات او في كل لغات هو اللوب اما يسمى مثلا for loop على سبيل المثال او while loop while loop على سبيل المثال in dart ممكن نستخدم اللوب على سبيل المثال for ثم نكتب اللي هو variable integer i يساوي صفر بداية صفر ثم ال i يكون اقل مثلا من عشرة ثم i plus plus يعني يتحرك بخطة واحدة ثم نطبع مثلا على سبيل المثال text معين the count is ونكتب له هو نطبع الرقم الحالي ثم نعمل run عشان نشوف كل الارقام اللي راح يطبعها للبرنامج مثلا يبدأ من الصفر طبعا بدنا من الصفر لين اقل من عشرة لحد الرقم تسعة بهذا الطريقة ايضا بمكانة نعمل لو كان مثلا على سبيل المثال معاي مثل ما شايفين اسماء داخل هذه الاسماء احمد العناصر علي مثلا جاسم ولم ما جرى ممكن استخدم طبعا استطيع ان اعمل لوب على كل الاسماء او كل العناصر الموجودة في هذه باستخدام مثلا لان هذا نوع او نوع هي عبارة عن فراها اعمل اي مثلا اكس او اي او ممكن نكتب يعني كل عنصر داخل هذه هذا المتغير ممكن تطبع في اي اسم لكن هاي ضروري يكون نفس الاسم ثم نقوم بطباعة معين اعمل طبعا كومنت عشان ما يطبع للاري او اللوب القديم اعمل معناته انه هذا اللوب بش راح ياخذ كل اسم داخل هذه الاسماء يكون معين موجود كمعين اي هذا هو ايضا في مثلا على سبيل المثال مثلا ممكن نكتب او انتجر يساوي عشرة ثم نقوم آآ عفوا هنا لازم نعطي اسم مثلا لكن اصغر من هذا العشرة هاقوم بعمل الطباعة عملية طباعة لهذا مثلا ممكن نكتبها مفس الشيء انه ثم نقوم بطباعة هذه يعني لحد ما يكون الاسم أصغر من عشرة راح اقوم بطباعة هذا الرقم آآ واحمل للاري القديم اعمل اه عفوا صحيح حاليا هازم تكون هي الصفر مثلا انا غلط فيه المفروض يكونها اقل من الحادث الحالي فكان لما اعمل لما كان لما كان هذا عشرة دايما يكون طبعا هذا العشرة او دايما تكون اكبر فما يصير لذا كانت غلطان لذا اعمل صفر مثلا هنا او نسينا شي معين هنا نضيفة اللي هو اي بلس بلس والله لاح يكون لان هذا الرقم ما راح يكون لما تغير دائما بيكون اقل عن عشرة وهذا الستيتمنت راح تطبع لي طبعا التكست او لهذا النص اه الى ما الانهاية فالضروري جدا ننعمل طبعا اي بلس بلس يعني زيد قيمة الاي برقم واحد حتى يوصل الرقم اللي هنريده ثم نقوم بطبعه عفوا اي هنا بيكون هنا اي هما نقوم بالطباعة مفروضا ان يظهر لطبعا اي از ناو اي الى ناين فدايما نتحذر في في اللوب انه نعمل بشكل جيد ولا راح يكون عندي دايما لكن بشكل عام معظم اللوب او اللوبس اللي لا تحتاجه عبارة عن اللوب الاول او اللوب من النوع الثاني تقريبا